عايز عالك على حاجة وانت راجل متابع يعني انا قلت الكلام ده قبل كده على فريرة في الزمالك وقلت قبلها على مان والجوزي بس الناس ميسكوا بتاعت فريرة بس ممسكوش بتاعت مان والجوزي للمدربين الاجانب اللي في مصر دول ميروحوش اتحاد الكورة ويعملوا محاضرات للمدربين الصغيرين ونبدأ نستفيد منهم يعني سعب بحس انه فيه اسماء كبيرة جدا بتعدي على مصر ممنستفيدش منها لاستفادك كاملة يعني واحد زي مارس الكورة ده راجل عبكاري طبعا نستفيد منه رأيك ايه طبعا دي حاجة مهمة جدا بس عشان ما نبخس حق الناس برضو طريبا اتحاد الكورة من فترة قريبة كان فيه الدورة للمدربين وبالفعل طريبا راح روي فيتوريا بص كده سيبك بقى مدربين المنتخبات انا مدربين الاندية بيجوا نستفيد منهم يعني مش بقول كده عشان انا او غير لا فيه ناس يعني او فيه ناس فيه مدربين مع حكامل احترام اليوم مش عايز اقول بيتعالى شوية ان انا روح لا لا ليه يعني الموضوع مش كده كل من طول ما انت في المجال هتتعلم صح وكل يوم فيه جديد في القورة يا خده الواحد بيقول ان هو يتعلم من اللي صغر منه طبعا فبالك انت بقى واحد عنده خبرات كبيرة طبعا بالعكس انا شاف ان اي حد بقى عنده فرصة يستفيد من اي مدرب كويس حتى لمدرب مصري بالعكس لازم اعمل كده يعني اعز اقولك حاجة من الحاجات الغريبة انا من فترة مش قريبة وانا موجود في القطاع ساعت ان انا اعمل معايشة مع كابتنهاب جلال عيل ولا عندي مشكلة خاصة وساعت لها بس ظروف ما ساعدتنيش ان كابتنهاب طبعا من المدربين المحترمين جدا اللي نكحين جدا وفي الوقت ده كان يعني يصنف من رقم واحد او من المدربين الاوائل في الدور المصري فبالعكس انا فعلا ساعد بالفعل ان انا اعمل فترة معايشة معاي